اشتركوا في القناة حقيقة المعلومات الواردة في التقرير وقال إنه لوجود لأي قوات من الدعم السريع في ليبيا أو حتى وجود أي قوات سودانية بصورة رسمية للقتال هناك كل كلام غير سليم التقرير حتى الآن هو عبارة عن مسودة عداها لجنة الخبراء ولم يسلم هذا التقرير إلى هذه اللحظة لم يسلم هذا التقرير ولم يناقش يعني تسربت منه نسخة لعدد من الغنوات المختلفة وبدأت تحديث عنها وبدأ التحقيق عن صحة المعلومات التي وردت في هذا التقرير في بير البعض أن تقرير مرفوض ويؤثر في مساعي سودان لإخراج اسمه من قائمة الدول الرعية للإرهاب التي تحرمه من إجراء أي عملية تنموية لنخضة اقتصاده الداخلية أنا شايف السودان الناس تحاول تقعد تحلح المشاكل الداخلية يعني الموضوع ما زاد همية أنه نحن نفكر أو نعرف أنه حفتر مدعوم من يات دولة أو الدعم منه ده كل ما دم الموضوع نحن منزع لأنه السودان ترفع اسمه من قائمة الدول الرعية للإرهاب يعني والناس شغال في الموضوع ده بيجديه ما دار أن نخرب المواضح تاني من نوله جديد رغم إثارة التقرير جدلاً واسعاً في الشارع السوداني إلا أن مراقبون يقللون من تأثيره على مساعي السودان للخروج من قائمة الدول الرعية للإرهاب باعتبار أن التقرير حتى الآن يعد مسودة ولم يدع من ضغط الأمم المتحدة للتأكد من مزاقيته هذا إضافة إلى نفي الجيش السوداني لهذا التقرير إسلام الأمين لقناة طيبة الخرطو طيبة لحياة طيبة